السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ازايك يا جماعة? يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله بنصور فيديو عندي الفراخ الكبيرة. زي ما انتم شايلين ان شاء الله هنعمل خلطة كويسة جدا او هنعمل وصفة معاكم. الوصفة دي اول مرة هتشوفوها. يعني يمكن انا هو اول مرة هعمل لكم علاقة ناك. انا? اه الناس بقاليا بتقول لي ومشايل ما انت معاكش بت صورك طيور الكبيرة ده. هقول لك يا جماعة انا ما عانش بصور الطيور الكبيرة ده. والله يا جماعة يعني صدقوني. انا نفس اعملكم كل يوم فيديو. يعني نفس اعملكم كل يوم فيديو. لان في حاجات كتير وفي معلومات كتير حابة ان انا اقدمها لكم واعملها لكم. بس باجي بصراحة بتعرف الفيديو وبعد اصور فيه وما انتز وزا ما انت عارفين بقى يعني اه تصور الفيديو ما ببقاش سهل. خاطرين برضو يعني الناس حاببنا اللي متابعيني. وبتقول لي ومشايل ما اصور على طول الطيور الكبيرة لان عشان اه عايزين معلوماتكم نستفاد منها. فعلشان خاطرهم والله العظيم فعلا انا اه طلعت وعملت النهاردة برضو فيديو. وجبت لكم وصفة جديدة. الوصفة دي كويسة جدا جدا. الوصفة اللي انا هعمل لكم النهاردة دي اتقولوا انت هتشوفها معي دي دي فعلا هتيفرق معكم جامد لو انتوا جربتوه. زي ما هي فرقت معي ان شاء الله لو انتوا جربتوها برضو بازن الله. اه هتيفرق معكم جامد. دي بقى. زي ما انتو عارفين احنا في الصيف في الصيف درجة الحرارة تبقى شديدة جدا. ودايما كنت بقول لكم ايه اللي بنزل درجة الحرارة? كنت دياما اقول لكم الخل والليسبرين. لا لا هي احسن من الخل واحسن من في نزول درجة الحرارة. طبعا انتو عارفين احنا في شهر سبع ودرجة الحرارة بتبقى عالية مار. تمام? فاحنا النهاردة ان شاء الله جابلكم المكون ده. المكون ده خلاف ان هو بنزل معاك الحرارة كويس جدا. يعني هو يعتبر رفع مناعة. مضاد الفيروسات. نزل يا دايما بتشتكي. بتقول يا مشايماء انا عندي الفرخ آآ آآ جتتها بتبقى سخنة نار والسخنية بتعمى على عينهم. وبتكيشوا بتعمل ده يا جماعة ببقى فيروس. وهقول لكم برضو اللي احنا المكون اللي احنا جابينه ده هو دي ضد الكلام ده كلها. خلاف كده كمان ان هي بتزود معك انتاج البيضة. تمام? آآ الفرخ بقى اللي هي تريمان ببقى عندها نزلات الحاجات ده كلاته آآ نزلات البرد. الحاجات ده كلتها كل الحاجات دي في المكون اللي انا عاملها معاكم المهاردة ده. تمام كده يا جماعة? فان شاء الله لو انتم شفتوه انا ما اعتقدش ان اي حد لسه عمله. بس انتم فعلا لو انتم عمل فيه. هيجيب معاك ناتجة كويسة جدا. خلاف كده كمان هيزود معاك انتاج انتاج الوزن. خلاف كده بقى كمان زي مؤتركوا في الاول ان هو برضه هيزود معاك انتاج البيضة. طيب تعالوا بقى كده نشوف على آآ نشوف الوصفة بتاعتنا بس قبل ما نشوف هنعرف الطيور بتاعتنا كده الاول. تعالوا بقى كده نشوف انا جابا لهم ايه وشوف البط بسم الله شاء الله كله ملموم على ايه. ده علشان توفر معاك بقى اكلة آآ الطيور معاك. الناس اللي بتقولي انا بكلف وبعمل على الطيور حاجة بسيطة جدا. حاجات دي حاجة بسيطة. شوية عيش لقيتهم كده فايد من الاكل في بلتهم. على بصلايا. آآ على ربطة خضار لقيتها كده فايدة قديمة مش محتاجاها. على شوية عينة بكده فارط اهمت. كل الحاجات ديت يعني بواقي بيت. الحاجات دي بدل ما ترماه في الزبالة هتيها وجمعها ويحطها للطيور عندك. بسم الله ما شاء الله هتلاقك تيور ملمومة عليه. لان هي بتحب الحاجات دي زي دي. بعملتش بقى يعني تعملهم اكلك العادة كده على طول حاول ان انت تنوع. مش على طول اعمل الخلطة وللقوا نهار قدلهم خلطة. لا. ده كده البط بيزيد الاكل منك. وعلى فكرة. بارتو علشان الناس اللي هي بتقولي الاكل قدامه للقوا نهار وخفيف. حاول ان انت تأكل البط بتاعك بالطاقة. او الطيور عمتا عندك بالطاقة. وكبة كده بسيطة يضبك خط الاكل بتاعهم. حاجة بسيطة خالص كده الصبح. حتى لما تلاقي تحط لهم الاكل. بص تلاقي البط كله كل مرة واحدة. يبقى عنده الشهية بتاعته بتبقى مفترحة على الاكل. حتى لو ما كفهوشي ما دزعلش وما تقلقي شي. مش مشكلة. علشان لو انت جات العصر حلطة طوله الوجبة التانية وبص تلاقي ينسف معاك الاكل. بالشكل دول هتبص تلاقي البط عندك شيء الاوزان احسن يعني يعني عمرك ما كده تتوقعها او تتخيالي. علشان كده انا فعلا بعمل كده يا جماعة. الناس اللي هي دايما بتقول اللي انا عايزة البط يشيل الوزن. انا عايزة خلطة لتسمين الوزن. هي دي الخلطة بتاعته اللي انا بعمله. ما بحاولش ان انا سيب الاكل قدامه طيور للو نهار. ليه? لان الطيور بتقرف منه. انا عندي دايما بشكل له. اجيب لهم شوية دوائي بيت كده عندي مش محتاجاها. شوية العيش. اه الصبح كده اعمل خلطة بتاعتهم اللي هي تبقى العيش عداشة على الحاجات ديت. احنا الوقت انا بصور معكم احنا العصر كده. قلت اطلع قلم شوية البوء البات اللي انا مش محتاجهم كده. يعني انا خلاص انا نضفت المصدخ بتاعه ولمات العيش للمات رز للمات اه اه اغفرت الحاجات دي كلاته. ورح تجايب بقى احطها لهم. ده كده هوت. احطها لهم يبقى انا كده وفرت وجبة ولا ما وفرتش. وفرت وجبة. بدل معود على طول ده ما انا قدي دشي دشي واشتري دشي واشتري عيش والحاجات دي كلاتها. لا. خلاص. بدل مرمي الحاجات دي بتاعتي في الزبالة وقوم جايبها له الطيور. ما شاء الله الطيور بتحب الحاجات ديت وما شاء الله بتخلي بتمري عليهم. بتققالهم بمعنى صح. طيب تعالوا بقى كده نشوف الوصف بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة علشان ابقى انا كده عمدت لهم الاكل بتاعهم وهعمل لهم الوصف. انا هقول لكم معلومة معلومة مهمة اول. يمكن معزم الناس ما تعرفهاش. طب تعرفوا ان الاكل الباتي بيزود نسبة البال عن الدش وعن الحاجات اللي احنا بنشتراها من بره. وفعلا الكلام ده عن تجربة. جربوا كده لما يكون بقى عندك شوية رز شوية عاش حاجات دي كلاتها. جربوا وحطاها له الطيورة عندي. خلي بقى لكم يا جامعة. اه ما تعرفوش ان بواقى الرز ديت او بواقى العاش والحاجات دي كلاتها. ده بيخلي الفراخ بتكون عن قد كبير عندكم. بخلي الفراخ دايما باستمرار تبد. ده عن تجربة وفعلا جربوها وصدقوها ان شاء الله هتستفدوا كتير. اه اول حاجة هيخلي البط يتقل معاك هيزود معاك نسبة البيضة تخلي الفراخ باسم اللي ده ما شاء الله كويسة جدا. اه ما كالفت لش حاجة. يعني اعتبر كده انه ثلعت علافة الطيورة عرفة بلاش. بدل مرمي الحاجات دي كلتها في الزبالة. لا. اهي. زي ما انت شايفين. تعالوا بقى كده نشوف الوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة. تعالوا بقى كده يا جماعة نشوف الوصفة بتاعتنا اللي احنا عمل نهارة النهاردة. وصفتنا النهاردة حلو قوي يعني يمكن ان شاء الله هتعرفوا نتيجتي بعد ما تستعملوها مرة واثنين ان شاء الله في الاسبوع. وصفتنا عبارة عن ايه? عن ورق الزتون. حدش استغرب وقول ورق الزتون. اقول لك اه ورق الزتون ده كويس جدا جدا. وفيه كل الحاجات اللي انا قلتلكو عليها دي وان شاء الله انت برضا تعرفها تاني معايا. طيب بنستعمله ازاي? بنجيب ورق الزتون. اللي اقدر? الورق. مش الزتون ذات نفسه. بجيب الورق. وبقوم غالية كويس جدا. يعني انت ممكن تسيبه ربع ساعة على النار او نص ساعة يفضل يغلي. لغاية ما ينازل كل الفائدة اللي فيه. بعد كده بقوم مغطيه عليه. يعني وانا بغليه على النار بغطي عليه. ليه? علشان ازوت الطيارة. اما استفاد منه. بعد كده خلاصي. بعد ما يهدم معايا شوية كده بقوم حط على معلقة قرفة كبيرة. معلقة قرفة. وبقوم برضو مغطيه عليه لغاية ما يبرد معايا خالص. عشان بقى انا احطها على المية. ما حطتش معاها كركم. لو انا هنحطها على الاكل ان شاء الله هنحط على كركم. تمام? ده يمكن اهو. يعني شايفين? ده الورق بتاع الزتون. اللي انت شايفينه ده? ده ورق الزتون. الورق ده جمعها لو انت جبته من اي شجر زتون ده كويس جدا. حاولي لو انت جبت جبي بكمية جبيرة وخزينها عندك. ده اهو. ده انا حطت على قرفة. بدلا ما حطوا كلكم حطت على قرفة. زي ما انشافين. ده كويس جدا. زي ما قلت لكم المشاكل التنفسية. الناس دي دايما بتشتجي بتقولينا عندي الفراغ بتكوحنا عندي الفراغ وقفة كاشة ده يا جماعة بيعالج المشاكل التنفسية والمشاكل المعوية ورفع مناعة. كويس جدا. بينزل درجة الحرار زي ما قلت لكم في قلب الفيديو كويس جدا جدا يعني هو له فوائد يعني ما تتعدد. يعتبر كمان مضد فيروسي مضد بكتير زي ما قلت لكم. ده في حاجات كتير جدا في خلاصة الورق ده جماعة او مغل الورق ده هو بتاع الزتون. ده يعتبر له فوائد كتير جدا جدا عمرك ما كنت تتخيله. دايما على طولها تعملها له مرتين في الاسبوع. عمر الناس اللي هي دايما كانت بتشتكي بتقول انه عندي اللي هحطولهم الاول كده هيكلوه برضو اهو وهم هحطولهم على الاكل عادة هيكلوه. الناس اللي هي بتقول لي اه انفراخ عندي جالها فيروس لحاجات ده كلاتة حاول ان انت الدومي على الوصفة ده مرتين في الاسبوع. عمر الطيور عندك لا هيجالها فيروس ولا هتتعب ولا هيصدع اي حاجة. ده المية بتاعكم هيت. فات كمية ده كلاتة ده حوالي كبايتين كبار. كمية ده كلاتة امحط هلهم كده. هيشربو مني. اعملها لهم كده. لو انت حبات تعملها لهم على الرئ كمان بيكون احسن وافضل. فات كده بقى زي ما انت شفتهم انا عملت الوصفة على المية وبشربو بسم الله مشاء الله كله بشرب هود. اعملها لهم الطيور كلك عندك. اه بص طيور بيضاء اعملها لها. طيور صغيرة اعملها لها. كل انواع الطيور عندك اعملها لهم. حتى الحمام كمان. اي طيور اعملهم الوصفة دي. وان شاء الله على التجربة. هتجد معاك نتيجة كويسة جدا وممتازة. نفس الوقت خدت بواق البات كل الحاجات اللي كانت فايدة عنده في المنبخ. جيتها حتى ادخل. بقى انا كده على فتو طيوري وخلصت ان شاء الله بقى كده انا هنزل. وده كان الفيديو بتاعنا بقى عشان الناس اللي اها بتقولي اللي اها مش هامامة عمتش في الصورة طيور كبيرة. ازعلوش مني يا جماعة علشان كده بحب اللي نقدم لكم كل جديد كل يوم. اتمنى يا ربكم ان البديدتان عجبكم ومهدوكم انشتولت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة